من أكثر الإشكاليات والمسببات اللي ممكن تحصل في عربياتنا نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة على سبيل المثال يعني للحصر عدم ضبط منسوب الماء وده اللي ممكن يخلي العربية تسخن ونوصل للي احنا بنفسه لو نبتدي بهذا الأمر ثم نتسلسل كده فيه طيب احنا برضو عشان قطر نقسم الموضوع بحيث السيد المشاهد ان يبقى عنده خلفية كاملة عن ازاي العربية بتاعته ممكن تتعرض لقدر الله لحريق احنا اسباب حريق المركبات او السيارات بنقدر ان احنا نحطها في ثلاثة كاتجوري اول حاجة اسباب بترجع للمركبة نفسها سبب خاص بالمركبة او سبب خاص بالمستخدم المركبة او سبب خاص بالظروف المحيطة اللي هي المركبة محطوطة فيها او العربية محطوطة فيها فحنمسك واحدة واحدة اول حاجة ممكن يكون سبب الحريق حاجة بترجع للمركبة ذاتها يعني احنا عندنا ستة انظمة رئيسية في اي عربية فيه عندنا نظام الوقود اللي هو السيستم بتاع الوقود اذا كان جاز طبيعي او او اذا كان وقود سائل فيه عندنا السيستم بتاع الزيت اللي هو التبريد الزيت سيستم التبريد اللي هو التبريد بالمية فيه عندنا السيستم العادم اللي هو خروج العادم من الغازات اللي هي العوادم اللي هي بتطلع من المحرك وفي عندنا دورة الشحن بتاعة البطاريات وفي عندنا النظام الكهربائي بتاعة العربية كله اللي بيشكل جميع الأجهزة الكهربائية بتاعة العربية دولة ستة أنظمة موجودين في العربية أي خلل في أي نظام من الأنظمة الستة دولة ممكن يؤدي إلى حريق ليه؟ لأن العربية بيئة مثالية لحدوث حريق إحنا لو قلنا الحريق بيتكون من إيه؟ فهو بيتكون من مادة قبل الاشتعال درجة حرارة مرتفعة واكسوجين الاكسوجين ده موجود في الجو ما نقدرش إنا إحنا ننشيله مادة قبل الاشتعال العربية مليانة مواد قبل الاشتعال وسرية الاشتعال درجة حرارة العربية أثناء ما هي بتشتغل درجة الحرارة بترتفع فأنا عندي بيئة مثالية لحدوث حريق ولكن البيئة ده هي متسيطر عليها طول ما الأنظمة دي شغالة كفاءة أول ما بيحصل خلل في أي نظام من الأنظمة دي بيحصل ممكن يحصل حريق طيب ندي أمثلة على الكلام ده هو مثلا دورة الوقود لو حصل عندي تصرب للوقود من أي جزء من العربية تصرب الوقود ده ممكن يحصل من التوصيلات ممكن يحصل من التوصيلات اللي هو بتاعت الوقود ممكن الوقود ده مادة سريعة الاشتعال مع وجود درجة حرارة موجودة في البيئة المحيطة به يحصل اشتعال يحصل حريق لو عندي تصرب في الزيت الزيت ده برضو مادة قبل الاشتعال الزيت اللي هو المسؤول عن زيت العربية اه اللي هو المسؤول عنه هو بيقلل الاحتكاك ما بين الأجزاء المعدنية اللي موجودة في المحرك لو حصل برضو تصرب فيه بيحصل ممكن يعني ينتج عنه الاشتعال نتيجة التصرب ده دورة التبريد لو عندي مية التبريد ده هي انقلت او كفاءة المروحة ما اشتغلتش بتاعت الريدياتير او دورة التبريد حصل فيها اي خلل بيحصل ارتفاع كبير جدا في درجة حرارة المحرك فلما بيحصل ارتفاع في درجة حرارة المحرك ده هو بيبتدي يحصل تصرب في الزيت اللي موجود عن طريق الجوانات اللي موجودة في المحرك التصرب الزيت ده هو الموجود درجة حرارة عالية ممكن يحصل اشتعال او ممكن يحصل حريب نظام العادم لو عندي فيه الشكمان اي سقوب او نظام العادم مشتغل بكفاءة او عندي انسدادات الانسدادات اللي موجودة في توصيلات العادم ده هي ان ممكن ترفع درجة حرارة طبعا الشكمان والمركبة المحرك في عندي دورة شحن البطارية خلي بقى الحرارة دي كانت برضو بتسبب حرارة زمان بس الحمد لله دلوقتي معظم البطاريات بطارات جافة ايام ما كنا بنشتغل بالبطارات السائلة كان دورة الشحن من الدينامولي البطارية لما بيحصل شحن زائد او بيحصل اي خلل في دورة الشحن وكتولع لا بيحصل تصرب لغاز او انتاج لغاز الهيدروجين في الحوض بتاع المحرك لو وصل الغاز الهيدروجين ده النسبة اربعة في المية مع الجو بيحصل اشتعال فجاي وممكن يحصل من فكور بس الموجودة مش موجود في البطارات الجافة العربات الجديدة او البطارات الجديدة مش موجود حاليا في البطارات الجافة